الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا حلم ضياع فص الخاتم والعصور عليه في المنام رؤية ضياع فص الخاتم والعصور عليه مرة أخرى في المنام علامة على ارتباط صاحب الرؤية خلال هذه الفترة المقبلة والله أعلم من يرى في منامه أن فص الخاتم ضاع وبعد ذلك وجده والله أعلم علامة على استقلاله في العمل والالتزام به والله أعلم حلم فص الخاتم يضيع وبعده يتم العصور عليه علامة على اهمال صاحب الرؤية في أداء وجباته بشكل كبير تلك الأيام من يرى في حلمه أن هناك فص الخاتم ضاع وبعده حصل عليه علامة على فراقه من قبل شخص عزيز عليه خلال هذه الأيام فص الخاتم في المنام والله أعلم علامة أن صاحب الرؤية شخصية ناجحة للغاية وقوية رؤية الفصوص في المنام والله أعلم علامة أنه رجل ذات قيم وقام بين الأشخاص المحيطين به من يرى في حلمه فصوص الخاتم في المنام علامة على الدرجة العلمية الكبيرة التي يحصل عليها صاحب الرؤية خلال هذه الأيام رؤية الفصوص في المنام علامة على الرزق الواسع الذي يحصل عليه صاحب الرؤية خلال هذه الأيام رؤية الخاتم ببعض الفصوص البيضاء في المنام علامة على الخيرات القادمة بشكل كبير له تلك الأيام رؤية الخواتم بفصوص بيضاء في المنام علامة على التغيرات الجيدة التي تحدث له بشكل كبير تلك الأيام رؤية الشخص خاتم بفص أبيض في المنام علامة على الرزق القادم له بشكل كبير تلك الأيام حلم خاتم بفصوص بيضاء في المنام والله أعلم علامة على الاستقرار الأسري الذي يعيش فيه صاحب الرؤية خلال هذه الأيام من رأى في المنام أن هناك شخصا أعطاه الخاتم والله أعلم علامة على المكان العليا التي يحصل عليها صاحب الرؤية بشكل كبير تلك الفترة رؤية أخذ خاتم من شخص في منام الفتاة العزباء علامة على الخير القادم لها بشكل كبير تلك الأيام تدل رؤية أخذ خاتم في منام المرأة المتزوجة علامة على الخير القادم لها وأنها تمتلك بيتا جديدا والله أعلى وأعلم رؤية أخذ الخاتم لشخص في المنام بشكل عام علامة على الأمان والاستقرار بشكل كبير تلك الأيام والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله شكرا شكرا